خلونا نروح لخبر مهم وسعيد جداً لكل العاملين في القطاع الخاص مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله وهو إن وزير العمل حسن شحاتة أعلن صباح اليوم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليوصل لـ 3000 ونص بدل من 3000 يعني زيادة 500 جنيه على الرواتب وأكد الوزير حسن شحاتة إن الوزارة أرسلت من أيام قليلة كتاب دوري لمدريات العمل التابعة لها في كل محافظات مصر طبعاً ده لمتابعة قرار المجلس القامل للأجور الخاص بتطبيق الحد الأدنى بداية من النهاردة 1 يناير 2024 الحقيقة إن ده خبر لطيف جداً نبتدي به السنة الجديدة وهو زيادة المرتبات